أكد الناتق الرسمي باسم لجنة الطوارئ المشكلة لمواجهة فيروس كورونا في تعز نجيب قحطان خلوة الحالة المشتبه بها بكورونا من أي أعراض بالمرض وأوضح قحطان أن لجنة السلامة التابعة لمكتب الصحة ولجنة الطوارئ في المحافظة أجرت الفحوصات لأحد القادمين إلى مدينة تعز في الحجر الصحي بمنطقة الضباب في المدينة وأظهرت النتائج استقرار درجة حراراته وخلوه من أي أعراض بكورونا وذكر المسؤول الحكومي أن الحالة وأخرى مرافقة لها في حافلة كانت تقلهم لمركز المحافظة سيخضعون للحجر الصحي في المركز الذي استحدث مؤخرا بفندق الحرمين بمنطقة الضباب الحمد لله بحسب لجنة السلامة التابعة لمكتب الصحة ولجنة الطوارئ نزلت اليوم وأخذ الفحوصات وتأكد أن درجة حرارته هي 36 درجة وهذه درجة طبيعية جدا وأثبتت الحالة أنها سليمة ولا يوجد فيها أي اشتباه ولا توجد فيها أي أعراض الفيروس الكورونا وبالتالي أيضا مع ذلك تم حقزه لمدة 14 يوم في المحقر الصحي وذلك فقط تطمئنانا للمواطنين وسلامة للأشخاص الموجودين معه فقط لا غير والحمد لله الحالة سليمة ولا يوجد أي حالة أو أي اشتباه حتى الآن بفيروس كورونا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة